ينضم إلينا من رمالة السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني سعد السفير يعني ما الذي يعني حالة هذا القرار من قبل الأمم المتحدة إلى العدل الدولية هل يشكل اختراقا ما؟ هل يشكل نوع من أنواع التبني من قبل الأمم المتحدة لهذا الطلب الفلسطيني؟ لا شك أن هذا القرار هو قرار تاريخي وقرار يؤسس لمرحلة جديدة من النضال القانوني الفلسطيني بمساءلة الاحتلال عن جرائمه وتحمل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل مسؤولياته الآن هذا القرار هو خطوة في مسيرة طويلة الآن يذهب الرأي والطلب إلى محكمة العدل الدولية ومن ثم يكون هناك مرحلة نضال أخرى أمام المحكمة إلى حين صدور الرأي الاستشاري للمحكمة وبعدها نعتقد أن كل وضع الاحتلال ووجود إسرائيل على أرض دولة فلسطين سيكون مساءل أمام المجتمع الدولي على الأقل من الناحية القانونية وكل الحجج التي تدعي وتساعد هذا الاحتلال على استمرار وجوده على أرض دولة فلسطين بما فيها حجة الأمن ستذهب إلى زوال ولن يكون لها أي قيمة قانونية بعد ذلك لذلك نعتقد أن هذه المسألة مسألة هامة بكل جوانبها علاوة على أن الاحتلال سيساءل أيضا عن عدد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه بتقرير المصير واستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة وسينقل للدول مسؤوليات محددة في هذا الصدد ويطالبها بالقيام بإجراءات محددة لمساءلة هذا الاحتلال ولن تكون الأمور نظرية وخاضعة لرأي هذه الدولة أو تلك الدولة أو تقييم هذه الدولة أو تلك الدولة سيكون القانون الدولي هو المرجعية الحاسمة في النظر إلى الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ووجود هذا الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين وهل من المتوقع أن يتم البت في هذا القرار أو هذه الفتوى هل يمكن أن تستجيب محكمة العدل الدولية؟ بطبيعة الحال الآن السؤال سيحول من الأمم المتحدة إلى المحكمة بشكل مباشر وعادة المحكمة تجدول النظر في هذا الموضوع ضمن إطار جدول أعمالها والمسألة قد تأخذ من ثلاث أشهر إلى عامين حسب الإجراءات والممارسات السابقة للمحكمة ولكن نتوقع أن يكون هناك إجراءات سريعة من قبل محكمة العدل الدولية وسنكون حاضرين بتواقمنا وفرقنا القانونية ونحن نحضر هذه المسألة منذ فترة طويلة ولذلك نحن جاهزون لهذه المسألة ونتوقع أن يصدر قرار المحكمة خلال عام بحد أدنى ولكن ربما يمتد أكثر من ذلك المصار القانوني بعد إحالة هذا القرار إلى محكمة العدل الدولية ثم ما تفضلت بذكره من ممارسات قانونية تشبه المرافعات أمام محكمة العدل الدولية يعني في حال بتت لصالح هذا القرار يعني آلية التنفيذ لمثل هذا الأمر هل تعيد حالة مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لاتخاذ آلية تنفيذية؟ طبعاً يعاد إلى الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة والجمعية العامة هي التي قدمت السؤال إلى محكمة العدل الدولية ويتم تبني من قبل الجمعية العامة ويصبح مرجعية قانونية هو بحد ذاته مجرد أن ينطق الرأي الاستشاري يصبح مرجعية قانونية ملزمة أخلاقياً وقانونياً ضمن إطار القانون الدولي ولكن القرار سيعاد إلى الجمعية العامة التي طلبته ويتم تبني أيضاً من الجمعية العامة ولدينا تجربة سابقة في هذا الموضوع حتى الدول التي عارضت طرح طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الجدار في المرات السابقة أيدت الرأي عندما صدر من المحكمة إذن سنرى تأييد أيضاً من عدد من الدول التي لم تأيد طلب الرأي بحد ذاته ولكن عندما يصدر الرأي يختلف الوضع ويصبح قانون دولي ومرجعيات دولية ولا يمكن تجاوزها من أي دولة ولكن تبقى مسائل من نوع السياسات التي تمارسها القوى الاستعمارية الداعمة لإسرائيل واحتلالها ربما سيكون هناك بعض التمنع ولكن على الأقل لن يكون هناك أي حجاج وتصبح كل حجاجها وهي بنظر القانون الدولي على الأقل ويؤسس لمرحلة قادمة من النضال الفلسطيني على كافة المستويات بما فيها داخل هذه الدول لمساءلتها عن مسؤولياتها اتجاه استمرار الاحتلال دعم وتقديم الدعم له العون العسكري أو الاقتصادي أو ما إلى ذلك كل هذه الأمور ستكون موضوع بحث قانوني داخل إطار المحكمة وستفتي بها المحكمة وستساءل عنها الدول لأن ما سمح لهذا الاستعمار أن يستمر طوال هذه المدة وطوال هذا الوقت على أرض دولة فلسطين هو الغطاء الدولي الممنوح له تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تدعم هذا الاحتلال بكافة الأشكال والوسائل ولا تسائل عن أي من جرائمه بما فيها استمراره لاستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة وقتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم بشكل يومي سعد سفير حينما نتحدث عن الأمم المتحدة دائما ما يبرز إلينا الفيتو هل يمكن تمرير مثل هذا القرار حالى وروده وهذه الفتوى أو هذا الحكم من قبل محكمة العدلة الدولية حالى وروده إلى إعادة مرة أخرى إلى الأمم المتحدة هل يتم تمريره هل هناك إلزام تجاه الدول وتجاه إسرائيل في المقام الأول يعني ما أستطيع تأكيده الآن هو أن الجمعية العامة بالتأكيد سيتم تبني عندما يصدر الرأي والفتوى الاستشارية من محكمة العدلة الدولية سيتم تمريرها طبعا من قبل الجمعية العامة ولكن بالنسبة لمجلس الأمن واستخدام الولايات المتحدة الفيتو هذه مسألة سننظر فيها في حينها ولكن بطبيعة الحال هي مسألة مطروحة ويتم تدارسها وسنعمل على أيضا جاهدين على تمريرها من قبل مجلس الأمن إذن من رمالة سعدة السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطينية شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة